ان شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه ونشرح وحل كتاب المعاصل الصف الثالث الاعداد دي هناخد النهاردة الجزء الاول من الوحدة التسعة طبعا نقرأ كل الكلمات ونوضح معانيها ونحل عليها اسئلة ونشرح الجرامر بالتفصيل ونشوف التركات اللي الناس كلها بتقع فيها ونحاول نعالج المشاكل ديات وكمان نحل عليها اسئلة ونقول السبب بتاع الحل كل ضوء اكتر معانا النهاردة خليكم معانا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر رحمة العبد من قناة دروس تعليمية اونلاين لو ديت اول مرة ليك معانا ونورتنا في القناة ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك للفيديوهات القادمة ان شاء الله ولما كنت شفت الفيديوهات اللي فاتت من شرح كتاب المعاصر او حتى كتاب جيم هيزهر رابط قائمة تشغيل شرح منها الجزء في الثالث الاعداد دي في على الشاشة انا بتكلم او هسيبولك في الوصف اسفل الفيديو او هثبتولك في التعليقات اسفل الفيديو نبدأ مع اول حاجة النهاردة عايزولك بناء عالم ايه يعني انضف انضف من ناحية ليه عدم التلوث يعني تمام نبدأ مع اول حاجة هنا اهم الكلمات حاول بها تقرأ وراي وانا اقرأ لك براح قلص sustainable sustainable products products mangrove trees mangrove trees rising rising sea level sea level sea water sea water crops crops flood flood seedling seedling bamboo 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 shopping bag shopping bag battery 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 light bulb light bulb عندين هجي ايش اصيلا مولش لك هتبعوا ليه light climate change climate change carbon footprint carbon footprint energy saving energy saving بعد قلصة لسنة 1 اهمي كلمات paper paper plastic plastic toothbrush toothbrush hair brush hair brush hair brush electric 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 environment environment petrol petrol primary school primary school الحمد للعالمين electricity 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 water bottle water bottle coffee shop coffee shop coffee shop plug plug طبعا جنبها ان الحرف القرارة اللي بيجمعها وبين قصين جي ايدي يعني الماضي من كلمة plug هحط لها كمان جي واحط ايدي charge charge hieroglyphics hieroglyphics recycle 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 listen to affect 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 community community sold sold web page web page kill kill however however بعد ان نكمل اهمي كلمات فلسنة 2 so forest 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 environmental 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 nature nature shop window shop window storm storm situation situation wind wind solve solve land 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 field 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 team 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 coast 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 sea animal sea animal protect 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 نقبل countries and cities البلاد والمدن اول حاجة greece 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 canada 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 hergada 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 نجب على كده تصرفات الافعال lose lost 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 where war 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 go wind gone send 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 write wrote written نجب على كده تعرفات لانا عندنا زي بقولنا قبل كده فيه سؤال في الاختيارات عن التعريفات اول حاجة طبعا كلمة bamboo cup ده عايز يقول لك ده كوب bamboo يعني مصنوع من الخير روزان ده نبات طبعا يقول لك ايه a cup made from a tall strong grass يعني فينجان مصنوع من ايه العشب اللي هو طويل وقوي ايه بقى البامبو اللي هو الاسم بقى كاسم اللي هو النبات نفسه اطول tropical plant يعني نبات استوائي طويل بيعاش في المنطق الاستوائية يعني بينبو في المنطق الاستوائية with hollow stems ساكو طبعا مجوف that is used for making furniture يستخدم في عمل الايه الاثاس energy saving light bulb كله على بعضها تمام عايزو لك ان ايه ايه نريد تنصبح اضاءة موفر للطاقة لما يقول لك ايه اجلاس object عايزو لك ان ده شيء يعني زجاجي that uses less electricity بيستخدم كهرباء اقل than usual عن المعتاد to give light عشين يقضي الضوء تمام? rechargeable can be filled again with electrical power يعني قابل اعادة شحن يعني ممكن يتم مالقه مرة اخرى بايه بيقولك بكابل ايه كهرباء reusable able to be used again يمكن اعادة استخدام تمام بعد كده battery اللي البطارية something that gives power to a machine toy car البطارية يعني قولك شيء بيدي مسلا طاقة للايه للآلة او اللعبة مسلا اللي بتتشغل بالبطارية او كار اللي هي السيارة light bulb اللي هو المصباحي اللي ضاء a glass object that you put in lights which changes electricity into light طبعا هنا بقولك يبع ده شيء زجاجي بيتم وضع طبعا في ايه في اللمبة نفسها طبعا بيحاولت ايه القهرباء الى ايه الى اضاءة موجودة sustainable لو مستدام او صديق للبيئة causing little or no damage to the environment يسبب يعني ضرر قليل او لا يوجد ضرر خالص ليه للبيئة محاصيل نباتات بنزراحة فين في المزالة mangrove tree شجرة المنجروف a small tree with roots هزولك شجرة صغيرة باللي ايه لها قذور above the ground فوق الارض which grows in or near the coast or rivers بتنمو يعني ما بالقرب من الساحل او بتنمو ايه فين في الساحل seedling اللي هي شتلة او نبتة يقولك a small plant which has started to grow from a seed هزولك يعني ايه تغير في الظروف الطبيعية زي مثلا ايه تغير في الحرارة تغير في سقطة الامطار دس متغير مناخي rising sea levels يعني ارتفاع سؤال بحر. عايزولك لما ايه لما البحر يصبح ايه اعلى فبالتالي يحصل التغير في المناخ. طبعا the ice الثلوك اللي موجودة فين the balls في القطبين الشمال والجنوب. نجيب بعد كيه حاجة اسمها collocations متلازمة طلاف زي يقولينا يعني متلازمات يعني كلمتين دول بيجوا مع بعض عشان يدوا المعنى اللي شايف قدامك ده. يعني get a job يحصل على وظيفة. do a job يكون بادة وظيفة. pass the test او pass the test والي تنصح يكداز الاختيار. يعني بينجح في الامتحانية. نجيب بعد كده اهم الملاحظات اللغوي. اول حاجة كلمة paper paper papers. كلمة paper لو ورق وده اسم لا يعد. لما قول لك using digital tools makes me use less paper. والله استخدام الايه لادات الرقمية خلنا استخدم ورق قليل. تمام? طب paper لو حطت قبلها ا اصبحت هنا تعد فبقت اسم معناها جريدة. ينفع جمعها خليها papers جراء. لما قول I use to buy a paper everyday. انا كنت معتاد على شراء الورق كل يوم. او شراء هنا جريدة بقى. هنا مصد بها جريدة. سوري. هنا يقول لك انا متعود لنا الشري الجريدة كل يوم. الاهرام and الاخبار are national papers. الاهرام والاخبار تعتبر الرائد ايه? الرائد قومية. المستوى مصر كلها يعني. طيب rise and raise. رايز يعني يرتفع. يعني حاجة ترتفع من تلقاء ذاتها فبالتالي مش محتاجها مفعول وراها. ده بيسموه فعلي لازم. لما قول لك ايه? لما شفت الدخن بيتصاعد من الشباك بتاع الجار. مدت على ايه? على الرجال المطافي واتصلت بيه. يعني اتصلت برجال المطافي. طب كلمة رايز يعني يرفع. يعني هنا بيجو وراها الشيء اللي بيتم رفعه. فبالتالي ده فعلي متعدي محتاج مفعول عشان يكمل معناه. لما اقول سلما ريت. سلما رفعت. رفعت ايه? دراحة يعني اوديها. عشان تجاوب. ده كوستشن. بعد كده. او بروفايد ويد. لو بروفايد فور يمد او يوفر الى. لو بروفايد ويد يعني يمد او يوفر او يمد بيه بقى هنا. او يزود بيه. لاشجار المنجروف. بروفايد هومز فور بلانتس. طبعا بت ايه? بتوفر طبعا المنازل او منزل اللي بعض النباتات. فش اسماك. اند سي انامالز وكمان حيانات بحرية. هي بروفايدز هيزة شولدرين ويد. وطبعا اه امد اطفاله بايه? فود الطعام اند شولدر والمقوى. ايه بقى الكمباوند ناونز? الاسماء المركبة? الاسم مركب ده يعني هو من اسمه متركب. فيه كلمتين متركين من مع بعض. تمام? يبايدا الاسم مركب فيه اسماء مكون من كلمتين. ممكن يكون اسم زائد اسم ناون زائد ناون. تمام? يقول لك ناون بلاس ناون ده اسم مركب. زي كلمة سي ليفل. سي دعت اسم وليفل دي اسم. طيب سي ووتر مياه البحر. غابة مطيرة ازا انا انا جبت كلمتين. قليتهم مع بعض يدوا معنى معين? ما فيش مسافة بينهم. زي كلمة سي ووتر و ممكن يبقى فيه مسافة بينهم. طيب ممكن برضو الاسم مركب الكمباوند ناون ممكن يبقى اسمه فعل. لما قول لك ايه? رين فول. يعني كاترين لوحدها مطر وفول يعني يسكت. لما جبتهم مع بعض اصبحهم اسم مركب معنا سكت الامطار. قصة شعر. برضو ممكن يبقى الاسم مركب ناون بلاس بريبوزيشن يعني اكتب جنبها اسم زائد حرف جر زي كلمة ايه? عابر سبيه. الادجكتف ممكن برضو يجي معها اسم تبقى اسم مركب. يقول لك الصفة زي دي الاسم? يقول لك يعني بيت زجاجي للزرع اللي يصاب الزجاجية. ممكن الفعل مع حرف جر. يعني اسم مع حرف جر هنا فعلي مع حرف جر. يقول لك ايه? مراقبة او او ايه? او حارس. منعي كده. يقول لك اقلاع طائرة. ممكن برضو اسم مركب يبقى فعلي واسم. يقول لك تمام? طيب بعد كده اهم الحرف جر عندنا بقى. اول حاجة يقول لك ايه? او هنا حرف جر طبعا مع الايه? مع الاكسبرشن مع التعابيرات كلها على بعضها. انيرجي سايفنج لايت بولكس لمبات موفرة للطاق. ان ذا ريت سي كوست على ساحل البحر الاحمر. جيف اب يقلع عن. تيرنوف يطفئ جهاز. ان بلاستيك باكس في حقايا بلاستيكية. سيف ووتر يوفر الماء. ان سي ووتر في مياه البحر. فور ميني ييرز لعدة سنوات. اون هولي داي في اجازة. ميت فروم مصنوع من. جيتنج او يعني يزداد او ينخفر. يغمر المزارع. بعد كده يعيش حياة طبعا نقول لك بغير اسراف او اضرار بالمصار الطرابعي. يعني مدرش بالبيئة يعني. بامتداد او بطول الساحل. يعني يمد كزا بكزا. او لي مثلا تسبب او تسببه بواسطة. يا حميمين. طريقة كتابة. مدر بي. يوصل بالقابس القرباء بالفيش يعني. اللي يسمعه. تمام? نجد نحل على الجزء اللي فات. وزي ما اتفقنا. وقف الفيديو. حل لوحدك. بعد كده اشغل الفيديو تاني. عشان تعرف الحل بتاعك صح ولا غلط. وكمان تعرف السبب بتاع الحل. ياريت الناس تنفذ اللي بقوله عشان تستفيد من الفيديو اكبر استفادة ممكن. تمام? اول حاجة هنا يقول لك ايه? زول لك طبعا يور جلاس. لما تعمل ايه في الزجاج? بابر او برق? ومنتجات ايه البلاستيك. عشان تعليل التلوث. اذا اعمل فيهم ايه? اكيد اعمل اعادة تدويل. اعادة استخدام اللي اسمه ايه? ري سايكل. تمام? اللي تربيه. تمام? نمار دو. زول لك المصنع الجديد. اعمل طعم صحي طبعا لايه? للاطفال. هو عمل منتجات اطعام صحية باسمه ايه? برو داكتس. تمام? نمار ثري. زول لك البرج طبعا تلاتين متر فوق مستوى سطح الايه? مستوى سطح البحر. يبقى طبعا ايه? مستوى سطح البحر. نمار فور. بيحتاجوا يشتغل مع بعض. عشان يعملوه في المشكلة. اكيد هيعملوه مصول ولا سمد ولا ميك ولا فل. طبعا ايه? صول يعني حل المشكلة. نمار فايف. منجروف فوريسس. غابتش اشجار المنجروف. والنقاط داكوست. فروم رايزنج سي ليفلز. هزول لك اللي بتحمي الساحل من ايه? من ارتفاع. مستوى منصوب اللي ايه? منصوب البحر. ازان هتبقى ايه? طبعا هنا هتبقى كلمة بروتكت. تمام? اللي علي تردي. نمار لك ايه من دول? ما يعتبرش محصول. كروب يعني محصول. هال بوتاتوز? طبعا ايه كلمة لان دا معناها حكون. نمبر سيفن. مايكرويف ايه or an machine. المايكرويف دا. هزول لك دا يعني جهاز ايه? مفرد دا جهاز كهرابي. يبقى ايه? electric. تمام? نمبر ايت. all you need to have healthy teeth is a toothpaste and a. كل اللي محتاج عشان يبقى عندك اسنان صحية. يبقى عندك toothpaste. مع جون اسنان وإيه كمان مع طبعا فرشة اسنان. يبقى ايه? toothbrush. تمام? نمبر ناين. our car will run out of in two minutes. عايزو لك العربية بتاعتنا. كلمة run out of يعني ينفذ. يعني عايزو لك هيخلص منها ايه العربية خلال دقيقتين. اكيد البنزيم لو ايه? petrol. تمام? نمبر تان. if you are at. لو انت كنت ايه? lover. you should work to stop environmental pollution. عايزو لك لو انت ايه? بالنسبة محب الايه? طبعا يجب عليك انت تعمل عشان توقف تلوث البيئة. يبقى محب الايه? محب للطبيعة. يبقى ايه? nature. تمام? نمبر eleven. she asking me to give smoking. هي طلب مني انا ايه? اقلع عن التدخين. طبعا يقلع عن. تيجي حرف جرى مع ايه? اللي هو ايه? up. يبقى give up. يعني يقلع عن او يستسلم. حتى تيجي بعض الافلام يقولك never give up لا يستسلم. نمبر تولف. we should water by all means. يجب علينا ان احنا نعمل ايه في المية? بكل الوسائل. اكيد نوفرها يبقى ايه? نحفظ عليها. يبقى save. نمبر ثرتين. most accidents are caused not carelessness. سلك معظم الحوادث بتحصل او سببها يعني او تحصل بسبب الايه? الاهمال. بواسط الاهمال. يبقى كوز ايه? كوز باي. اللي ترضي. نمبر فورتين. is a tall tropical plant. ده نبات استوائي طويل. في اللغوات الاستوائي يعني. with hollow stems. طبعا له ايه? الساق بتاعه يعتبر ايه? مفرغ يعني. that is used for making furniture. يستخدم نصونا الاساس. قلناها قبل كده لو ايه فاكرينه? بامبو. تمام? نباتة البامبو. نمبر ففتين. means that it can be filled again with electric power. معنى الكلام ده انه ممكن تملاقها تاني باستخدام ايه? كابل كهرباء او زيبلو ايه? الطاقة الكهربية. ازان دي اسمها ايه? ازان الحاجة دي اتقابلة انه نشحنها تاني. يبقى ايه? ريت شارجابول لتر ايه? تمام. نمبر سكستين. نوات means able to be used again. معناها ان القدرة على اعاد الاتخدام مرة اخرى. ازان انت بقى ايه? يعيد استخدامي بقى reusable. تمام? لتر سي. نمبر سبنتين. نوات is a small plant which has started to grow from a seed. نباتة صغير بيبدأ ينمو من ايه? من بزرة. ازان ده ايه? اسمها الشتلة ليه ايه? seedling. تمام? لتر بي. نمبر اتين. means causing little or no damage to the environment and therefore able to continue for a long time. معنا الكلام ده. انه بيسبب يعني دولك little قليل. هو عايز لك little damage يعني يعني دمر قليل. or no damage. او ما فيش اي دمر او تلف خالص. ليه? للبيئة. يبقى اسمه ايه? اكيد طبعا sustainable. يعني مستدام او صادق للبيئة. تمام? بدل اي حاجة ما تسبب شيء. تلبس للبيئة يبقى اسمها صادق للبيئة يبقى sustainable. نمبر ناينتين. this machine is electric. الى لدية الكهربائية. بتشغل باي? اكيد بالكهربائي. يبقى electricity. number twenty. he could know the problem when he found the reasons. ولو هو استطاع ان هو يحل المشكلة لما مجد لايه? الاسباب او اكتشف الاسباب بتاع المشكلة. ازان ايه? يحل المشكلة يعني? طبعا يعني هنا solve. تمام? نجي بقى كده بقى synonyms and antonyms. المراضف والعكس. اول حاجة. يقول لك كلمة save. يحفظ. بتسوي كلمة keep. وعكسهم waste you there. higher اكثر. بتسوي more. وعكسهم lower او less اقل. little. صغير السن. بتسوي young. بعكسهم طبعا old كبير السن او عجوز. provide. يزود او يدعم. بتسوي support او supply. وعكسهم refuse او ignore. يرفض او يتجاه. sustainable مستدام. طبعا بتسوي maintainable او reinable. وعكسهم unsustainable او non reinable. تمام? الصوفيكس والبريفكس. قلنا البريفكس حروف بتجفى الكلمة. والصوفيكس حروف بتجفى غير الكلمة. لما احطوا يؤن بتديني عكس المعنى. كلمة ايه مثلا? unusual. لما احطي ال i n g في الاخر. بتعطي معنى صغير زي كلمة seedling. لما اجيب r e بتدي معنى اعادة فعل الشيء. زي reusable او rechargeable. لما احطوا a l في اخر الصفة. بنجيب من الصفة ديت الاسم. زي كلمة electrical environmental. لما احطوا a b l e بديد دي معنى القدرة او الامكانية زي كلمة reinable rechargeable setable. نجي نحلها سلعة جوزة زغار ده بسرعة او الحاجة. you should save some money. دي قبل اكن توفر بعض المان. زي كلمة save. can be replaced the buy. ممكن اشيل كلمة save. وحط مكانها كلمة ايه. تمام? يعني استبدلها. يعني كلمة اللي بتسويها. اذا نتبقى كلمة ايه? ممكن اقول keep. تمام? يبقى ممكن اقول هنا ايه? buy. يبقى كيب. يعني في عول you should keep some money. تمام? number two. the antonym of the word higher is. عكس كلمة higher ايه? قلناها لسه من شوية ايه? lower. number three. سالم. is a little football player. سالم ده ايه? لعب كرة ايه صغير. he is 11 years old. عنده 11 سنة. the word little here means كلمة little هنا معناها ايه? عنده لسه صغير في السن يبقى ايه? يبقى young. تمام? بدأ اللي السن بتاعه. يبقى مش بيكلم على الحجم بتاعه small. لا بيكلم على كلمة young. number four. we add the prefix to get the antonym of the word usual. عشان اجيب هنا اهم حاجة اتعرف كلمة antonym يعني مضاد. عشان اجيب مضاد دي كلمة usual بحطها قبلها ايه? يبقى unusual. تمام? the suffix can be used to get the adjective from the word environment. ايه بقى الحروف اللي بحطها في اخر كلمة environment? عشان اجيب منها الصفة. عشان اقول دي مثلا حاجة خاصة بالبيئة. يبقى بي ايه? ايه? عشان تبقى environmental. تمام? نجيب ايه ناخده ايه للجزء الاولاني خاص بgrammar? بيكلم طبعا على قاعدة use to. طبعا بيراجع لنا علينا ان اخدناها قبل كده السنة اللي فات ولا قبلها. طبعا use to. لو واحد يقول لي يستخدم. لا ده هنا use to معناها اعتادا. use to معناها اعتادا. وتعبر عن اعمال او يقول لك ايه? عادات. واعمال روتينية في الماضي. يعني انت كنت متعود تعمل حاجة في الماضي. وما ايش تعملها دلوقتي. ده خلاصة الكلام. على سبيل المثال. لما انا كنت صغير. تمام? يقول لك ايه? are used to play in the street. كنتم متعودة لعب فيهم في الشارع. خلي بقى لك بقى. لما اعوز اجيب بقى الصيغة المثبتة بتاع use to. يعني جملة الخبرية المثبتة. اول حاجة قل لك فاعل use to مصدر تاني. فاعل use to مصدر تالتها. فاعل use to مصدر. حفظة بالطرق دي تسأل عليك الموضوع. نشوف مثال كده. my father used to work in a bank. بابا كان معتدم يشتغل في بانك. but now he works in an international company. لكن دلوقتي بيعمل فين? في شركة دولية. ازا كلمة هنا كان بيقول انه كان بابا متعود زمان في البنك. دلوقتي ما بقىش يشتغل خلاص. تمام? طيب. we use to live in a village. انا كنا معتدين نعيش في قرية. اكيد دلوقتي مش عايشين في القرية بقدر قلت use to. ليه? قال لك بعد كده. but now we live in the city. عايشين في المدينة. he used to be lazy. but now he isn't. هو كان متعود انه يبقى كسول لكنه دلوقتي خلاص ما بقىش كسول. نجي بعد كده بقى ناخد ايه? ازاي? used to. اولا مبدايا لازم ان تتسنتج القاعدة ببنى تقولها اصلا. ابنى تعرفها. كلمة used مش دلوقتي ماضي? تمام. طيب واحنا مش بنفها بنين في الماضي? didn't والمصدر من الفعل ده? تمام. ازا هاي دي بقى ايه? فاعل? didn't use بأكد عليها. من غير d use to زي ادر مصدر. يقول لك ايه بقى? I didn't use to like salad. والله انا مكنش متعود احب الصلاة. when I was young لما كنت صغير. but I love it now. لكن انا بحبها دلوقتي. يبقى لم يعتد على فعل شيء في الماضي? ازاي ما دلوقتي متعود عليه? طيب ازاي يجيب سؤال نفس الفكرة مش دل ماضي? يبقى ابدأ بديد. يبقى ديت فاعل. use برضو. use to زي دي المصدر. لما قولك did your mother use to read your stories when you are young. هل ماما كان متعودة تقرأ لك قصص لما انت كنت صغير? لو كان بيحصل الكلام ده هتقول yes she did. ما بيحصلش هتقول ان no she didn't. ازان هنا did فاعل use to وبعدها المصدر. واحد يقول ايه مصدر وما انت جبت هنا مصدر او هجيب مصدر تاني ليه? لأ. use ديت جاي عشان did. وبقى كده use اصلا ان اصلها قاعدتها وراها ايه? مصدر. يبقى انا عندي مصدر use to مصدر وبعدها برضو ايه? المصدر. او ازاي اسأل بعد استفاهم? قال لك لو هتسأل بعد استفاهم بيجيب وط قبل did. ونفس السؤال اللي فات بالزبط. شايف? كان مش مكيف يقول لك ايه? مثال مسلا يقول لك ايه? where did you use to live before you move to the city? انت كنت من المتعد تعيش فين قبل ما تنتقل للمدينة. قال لك كنا مرتدين نعيش في قرية. وقاب لك مسلا سنة الفين كان في القرية. ودلوقتي طبعا ايه? العربية شايفة عمل ازاي? شوف من المسال بقى they use to have a small car. او كانوا مرتدين مرتديني يبقى عندهم عربية ايه صغيرة. كلمة سنة الفين. they didn't use to have a big car. ما كانوش متعودين يبقى عندهم عربية ايه كبيرة. شوف بقى دلوقتي عندهم ايه عربية كبيرة جديدة حديثة وكبيرة. تمام? نجي بعد كده بقى نحل السئلة على قادة used to. اول حاجة هنا طبعا ايه بقول لك هنا complete the sentence صحة الايه? الكلمة اللي بينك وسين. عارفين ان السؤالة طبعا خاصة بال grammar. اول حاجة number one. يقول هنا ايه? in the past people not not use to use. هو عايز هنا يقول لك صحي الكلام ده بما يتوفق مع زمن الجملة. في الماضي. عايزوا لك الناس ما كانوش متعودين. ازا ان عايز ينفيل الجملة. طبعا زي هنفقه بايه? طب وكلمة use هكتبها زي ما هي. يبقى اكتبها لك هنا هوت. بخط صغير. عشان تبقى طبعا اضحة. في الجزء ده هوت. اول حاجة هنا اكتب ايه? تمام? didn't use to use. يعني ما كانوش معتدين انهم ما يستخدمهم. تمام? number two. we use to not wasting water. but now we try to save it. والله احنا كنا زمان معتدين نهدر المياه لكن دلوقتي بنوفرها. ازا ان عايز هنا بعد use to بيجيب وراء ايه فاكرين? بيجيب وراء مازر. تمام? يبقى اكتبها ايه? waste. تمام? waste بس طبعا من غير ايه? من غير كلمة two. او من غير ال-ing يعني. تمام? number three. في رقم تلاتة بيقول ايه بقى? I don't use to have an electric toothbrush but now. لكن الان I have got one انا عندي. يقول لك زمان ما كنتش متعودي يبقى عندي ايه toothbrush لكن دلوقتي موجودة عندي. ازا ان بكلم في الماضي يبقى هنا النفي ما ينفعش اقول don't اقول ايه? didn't. تمام? بعد كده number four. ممنوعة used to get plastic bags at the supermarket but now she gets paper ones. ممنوعة تتجيب شونة بلاستيك من السوبر ماركت لكن دلوقتي باتتجيب ايه? شونة وراء يعني. ازا ان هنا ما كانتش معتادة في الماضي ولا كانت معتادة لا كانت معتادة عشان بقول لي هنا اناو. يبقى هنا مفروض تبقى ايه? used to. تمام? يبقى نصحها use اخليها used to. بعد كده طبعا. number five. that didn't use to. turn. احنا عرفين ان use to. we didn't use to. بيقرام ايه? مصدر اذا مش تبقى turn اتتبقى ايه? turn بس. يبقى t-u-r-n. ازولينا ان بابا ما كانتش معتادة ان هو يقفل الكمبيوتر بالليل. but he does now. لكن الوقت بيعمل الكلام ده. number six. my grandparents didn't use sent emails. they wrote letters. هو انا اقول لك اكدادي ما كانوش معتادين. هم يبعثوا ايمايلات لكن دلوقتي بيكتوم او مالزمان كانوا بيكتوب خطبات. يعني في الماضي. يبقى لم يكن يعتد على. يبقى didn't a use to. وارروح كدب send. يبقى هنا use to send. تمام? number seven. after the grandfather didn't use the. طبعا didn't be جوارها ايه? بيجوارها مصدر. يبقى ايه? يبقى use. تمام? يعني جد علي. طبعا ما كانش معتاد انه يعرف ايه? how to drive. نوع سوء ازاي. number eight. what not you used to learn at primary school? يقول لك ايه لانت كنت معتاد تتعلمه في المدرسة الابتداء. ازا نجاب لصيغة السؤال بتاعدة used to. يبقى لازم ان يبقى وط وبعدها ايه? طبعا بعدها did. يبقى عددها للصفام على طول بعدها ايه? بعدها did. يبقى هنا what did you used to? number nine. دكتور سامح used اسمها used ايه? used to على طول. يبقى used to اعتاد ان. عايز يقول هنا ان دكتور سامح كان معتاد انه يساعد في ايه? في طبعا ان هو يدي الناس ايه? قلوب جديدة زي يقول لك بالنقل للقلب والحاجات دي. number ten. he used to know things. هو اعتاد ان هو يغني. nice songs. اغاني جميلة. ازا نيوز التو زي دي ايه? المصدر حفظناها خلاص بقى. تمام. بعدها number eleven. I didn't used to. ما ينفعش. مفروط تبقى ايه? مفروط يبقى used to. يبقى من غير الليه? من غير فاكرين من غير الليه? الدي زي ما قلت. كنت بقى كده لنا وبقولها. number twelve. did he? نفس الكلام في السؤال برضو. did he? ايه? use to. تمام. لاني ديت فعل مصدر. جيبت use مصدر. number thirteen. I not used to swim. هنا بقى عايز ان نجيبها منفية. انا لم اكن اعتاد على ايه? smoke يا رب هنا. smoke يدخن يعني. مكوش بتعود ادخن. ازا نتبقى ايه? يبقى مفروضا. unf used to. ايه? didn't. تمام? يبقى ايه? didn't. ايه? didn't use to. تمام? هو حتى كمان كاتب لي ايه? كمان كاتب لي to في الجملة. يبقى هنا didn't use. number fourteen. my grandpa. used to live. طبعا لا. مفروض use to ايه? to live. احنا حافظنا القاعدة خلاص. used to زائد المصدر. number fifteen. he used to swim a lot when he is younger. ملك هو كان المرتاد انه يسبح كتير لما يكون صغير ولا كان. طبعا لما كان اصغر. يبقى ايه? يبقى هنا مفروض تبقى woes. number sixteen. no I not used to. don't. غلط. مفروض تبقى ايه? يبقى didn't. يبقى no I didn't. تمام? didn't ايه بقى? didn't use to. تمام? يبقى هنا no I didn't. number seventeen. that building used to being a factory. المصنع او المبنى ده كونوا معتدين انه كان زمان يبقى ايه? كان مصنع. المبنى ده كان مصنع زمان يعني. اذا هنا عايز use to يبقى ايه? غراها مصدر. يبقى المصدر من being هيبقى be. يكون. number eighteen. lean used to not had a sport scar. lean كان معتدى انه يبقى عندها انه تمتلك سيارة سيارة سباة. اذا هنا use to ايه? عايز المصدر من هاد هيبقى? فاكرين? have. تمام? number nineteen. I know what I'm using to live in a small flat when I was a child. ما ينفعش اقول انا مبعتد. انا كنت معتد على الحياة فين في شقة صغيرة. لكن دلوقتي او زي عايز قولك لما كنت انا ايه طفل صغير. اذا اقول لها هنا ايه? طبعا اجيبها عتادا يبقى ايه? used to. تمام? هو حتى اكتب لي ايه? كتب لي هو اصلا اه to. يبقى I used. number في السؤال بتاع I used to. بسأل ايه? بيد. لبقى what game? did you used to play at primary school? ايه اللعب اللي انت كنتم مهتدى تلعبها في المدرسة اللي تدعي. نيجي بعد كده بقى الجزء الخاص بالايه? الجزء التاني في القاعدة في الجرامر. بيكلم هنا على الحالة التانية الف. لها زى second conditional with what might or could. لو انتوا فاكرين احنا اخذنا الحالة الاولانية الف. ما قولت لكم عبل كده الف مضارع والمصدر. يعني ايف بيجو رأى جملة الشرط بتاعتها بيقى فيها مضارع. وبقى كده جملة جواب الشرط بيقى فيها ايه? والمصدر. تمام? هنا بقى وكانت كمان بالمناسبة كانت الحالة اللي هو بتعبر عن شيء ممكن يحصل في المضارع والمستعمل. لكن بتكلم هنا في الحالة التانية الف بيتكلم على شيء غير ممكن يحصل في الوقت الحالي وكمان مستبعة حدوثه في المستعمل. تمام? يبقى شيء غير ممكن حدوثه في الوقت الحالي ومستبعة حدوث وفاين في المستقبل. لما اقول لك مسلا القاعدة بتاعتها ايه? عشان كان جملة مثلا. قال لك بتقوله طبعا في الاول اف. اف ديت يا جماعة اداة شرط. بعدها فعل الشرط يا جملة الشرط يعني طبعا فاعل. وطبعا بجيب تصرف التاني للفعل ان دي موضو بسيط. طب هو جاب الشرط. قال لك ممكن تبقى ود والمصدر او كود والمصدر او مايت والمصدر. وهنقول كل واحدة فيهم امتى دلوقتي. تمام? مثال. لو اسرا اجتهدت في العمل في المدرسة هتحصل على درجات عالية. يываем متوقف حصول اسرا على درجات العالية على اجتهادها في المدرسة. ديت عشان كده بيسم possiamoها جملة الشرط. دايما بعد في الحالة التانية باجيب فالما ده بسيط. ولو جبت ماضي وتجيب ود والايه والمصدر. تمام? ممكن اجيب ف في النص. طب لو جبت ف في النص كده كده وراها جملة الشرط اللي هي موضو بسيط وهاجبها اللي كان بعدها في الاخر هاجبه في الاول هاجب جملة جواب الشرط في الاول. اذا هاول ايه? زي جملة اللي فاتت داية. اف اسراء ووركت هارد. هجيب هنا اف في النص. وجملة اللي وراها هتمش وراها زي ما هي. واجيب دي في الاول. يبقى هاول ايه? هاول اول تاني. يعني او اسراء وو جيت هاي ماركس. اف اف جيت في النص. فجدها كده جملة شرط جاية وراها. وقابلها ايه? دواب الشرط. فور احتيقيل. اسراء وو دجوت هاي ماركس. اسراء ستتحصل على درجاتها عالية. لو كتاد في العمل فين في المدرسة. تمام? لو عاوز اكلم على استخدام بدلا من هيكون جملة فيها عدم تأكد او احتمالية. تمام? فكين متوض هنا ممكن تكون معاك من ده كله بيعبر على الاحتمال. يعني بالاخر بتسوي تمام? يبقى لو معاك كلمة دي هتسوي لو كان معاك فلوس كفاية. لو كان معاك فلوس كفاية كنت احتمال اشتري عربية جديدة. ممكن اجيب صغات تانية بتسوي دي اتقول ايه? لو كان معاك فلوس كفاية. ليه قلت لك من شوية بتسوي تمام? طيب ممكن اجيب برضو قد بدل اه ممكن. يقول لك ممكن تستخدم قد بدل لتعبير عن القدرة والإمكانية. مش احتمال هنا بقى. لما يقول لك زي دي المصدر بتسوي كود والمصدر. فول مثلا ايه? لو منا طلعت الاولى. طبعا هياخده الاول ويدور رحلة مجانة. يبقى لو منا طلعت الاولى هتكون لديها القدرة على الاتحاق او الانضمام للرحلة مجانا. طيب لو عايز اجيب في جملة دي كود. قال لك نفس الكلام. ما فيش مشكلة في دي. بعد كده. شيل بقى كلمة وض بي ابل تو. وحط مكانها كود. لان كود بتسويها لها القدرة. يبقى شي كود جوين. تمام? ازن ممكن بلوقت خلاص الكلام. ممكن اجيب مكان لو كان في احتمال. او ممكن الشيء يحصل. وممكن اجيب كود مكان لو كان في قدرة على فعل الشيء. ممكن برضو ده استخدام جيد بقى. ممكن كود اجيب اجيب بها الود للتعبير عن الاحتمالية. لما قول ايه? زائد زائد المصدر. بتسوي طبعا ايه? كود زائد ايه? المصدر. لما قول مثلا ايه? المشاكل اللي تسببت بواسطة او بسبب رفع منصوب مياه البحر يعني رفع منصوب البحر. طبعا هتزداد سوء. لو ما زرعوش اشجار المانجروف. يعني بتساعد في التخفيف في الموضوع ده. تمام? وانا اشجار المانجروف منما بتبقى على الساحل بتمنع ايه? ان منصوب مستواميه البحر ايه تزداد وتطلع ايه تغرق الدنيا زي يقوله بالبلد يعني. مثال تاني او اول نفس المسال بس بطرقة تانية. شوفوا المرة ده عامل ايه بقى? وحط ايه? لانه كود هنا ممكن تعبر عن احتمالي كود يعني ممكن تعمل كزا. ممكن تزداد المشاكل ديت. طيب نوطة ستة. ممكن استخدم عشان هدول على الاحتمال او عدم الاحتمال هنا بقى عشان دي منفية. يعني والمصدر بتساوي لو انت رحت عند المخبز. طبعا ممكن يعني مش ممكن يكون ايه? زي يقول لك عدم احتمال انه يكون ايه مستحم. طب اقولها ازاي بطرقة تانية? يقول لك لو رحت المخبز ممكن تلاقيه مش مصحوم قوي يعني. نمام? ممكن استخدم او عشان هدول على الاستحالة. لا يمكن الشيء لا يحصل. ازاي? قال لك في الحلقة دي بقى بيجاي مع اوض بس مستحيل. يعني زي المصدر بتساوي زي المصدر. لما قلت لو انت رحت المدرسة او كنت رحت المدرسة ومن قمعة. مستحيل تدخل لان النهاردة اجازة. ممكن احط مكان او اولها ازاي لو رحت المدرسة من قمعة. لم تستطيع الدهور. لا يمكن. مستحيل تدخل. لان دي ايه اجازة. استخدام بسريع برضو. في القاعدة تانية بتاع ايف? ممكن نستخدمها لإعطاء النصيحة. مع سجد ايه? يعني ايه بقى الجملة دي تكتب جنبها كده? لو انا كنت مكانك. يعني لو انا في مكانك يعني كنت عملت كزا. واجب برضو وراه مصدر. واحد بقول ليه والله انا عند شقة في اسكندرية. في الصيف يعني كندا في الصيف مسلا. بقول له والله انا لو ما كانك لما كنت روحت اسكندرية. وتانية نعت هناك على طول. واحد تاني يقول له. واحد عمل دوضاء في الفاس. بقول له والله لو ما كانك ما كنتش عملت دوضاء. واحد مهيئة له كل ظروف زي ما اغلبك طبعا عنده كل حاجة متيسره له. ما بيذكرش. فواحد بقول له ايه? طبعا نقصوا حاجة كتبه له والله لو ما كانك كنت موت نفسي في المذاكرة. ده انت عندك وعندك وعندك. اذا بينصحوا. بس بترى غير مباشرة. اقول له ايه? لو انا كنت مكانك. اف اي وريو اي وود. تمام. نجي نحلل اسئلة على الجزء ده. اول حاجة. نمبر ون. اف ذير نقط مور مانجروف تريز. لو كان في اشجار مانجروف اكتر. تمام كده? بطوله الساحل. ذير وود بي فيوور فلادز. طبعا الفيضانات هتقل. انا بكلم على الحلاليين. واحد يقول لي الحلال الاولى. اقول له عرفت من ايه? يقول له اصلين اقول لك غلط. طب مال الحالة التانية? طب ليه? هيقول له عشان فيه وود. احنونا في الحالة التانية بقى فيه وود مع كلمة الجملة التانية بتاع الجملة الجواب الشرط. انت كده تمام ومركز. طب بعد ايه? يجي ماذا بسيط? هو الماضي منها ايه? طبعا ايه? اروح كاتب من هوات ايه? تمام. لو كان عندنا فلوس اكتر. نبال لو كان معنا فلوس اكتر كنا استطاعنا نحن نشتري. ازا كان الصحي بتاعي بقى ايه? طبعا في الماضي بقى ايه? يبقى كود. تمام. سي او يو اللي دي. تمام. نمبر ثري. لو كنا عايشين في الغرداء كنا استطاعنا نحن نروح ليه الشاطر. يبقى ايه? ايه? اف ماضي يبقى الماضي من الفها تبقى تمام. نمبر فور. بالله الفلاحين دول عايزوا لك ايه? يعني كان هينتقلهم لو كان عندهم فيضان اخر يعني لو حصل فيضان تاني هينتقلوا خلاص ويتممكن يسيبوا الارض بتاعتهم خالص. ازا كلمة موف مفروض الصحي بتاعي ايه? واحد يقول لي بس يبقى موف ده اقول لك ايه ده بس شوي شايف كلمة اف جاء وراها ايه? الماضي جيه بعد اف ما بيجيش قبل اف. وما للجملة التانية بقى ممكن تجيب فيها زي مولتي ايه اما وود والمصدر او كود والمصدر او مايت والمصدر حسب السياق بتاع الجملة. هنا طبعا السياق الافضل يبقى ايه? يبقى وود والايه? والمصدر يبقى كتب من هوات? وود موف. تمام. يعني لو كان حصل فيضان تاني كانوا ايه? كانوا تعلم. نمر فايف. نمر فايف. شينوات نوت بي ان انفيرومنتل ساينتست. اف شي دينت لاف نيتشر. زول هي ما كانتش هتبقى عالمة خاصة بحاجات في البيئة يعني اف شي دينت لاف ماتشر لو ما كانتش بتحب الطبيعة اف قبل ماضي يبقى بلا ايه? ودو المازر. بس ما ينفعش اجيب وود والمازر انا ايه? اجيب انا ايه? اجيبها من فيها. يبقى انفرو تبقى ايه? تبقى وودينت. تمام. يبقى كتبنا هوات وود. وجانبها طبعا ايه? انها بصرف ايه. تمام? وودينت ايه? طبعا هو اكتب لي هنا. وودينت اخلاها ايه بقى بي. تمام? يبقى هنا. شي وودينت بي ان انبيرومنتل ساينتست. تمام? طبعا ديت اللي جابة اترك خمس عشان اسمتل اخباطش هحطه لك في مكانها ايه. تمام? بعد كده نمبر سيكس. what not will you do if you got? if جاي وراها ماضي. هل كنت هتعمل ايه لو كنت عندك وظيفة في مدينة ايه مختلفة مسلا? يبقى ايه? وط ايه? وط وود. تمام? يبقى قولها تبقى وود. تمام? نمبر سيبن. طارق. وط بس. طارق كان هنجح في الامتحان. ايه في نقطة study is harder. ازي يقولك كان هنجح في الامتحان لو كان زاكر. ازان هنا study هتبقى الماضي بتاعها ايه? studied. تمام? يبقى انا هعمل ايه? اجيب ايه ايه دي في اخرها. studied. نمبر ايت. what clothes would you wear? ايه الملابس اللي كنت هتلبسها? if you live. انا قلت كانت لو كنت عايش في بلد من الابلاد الباردة الجوة عندهم تقصي فيه ثلوج يعني. يبقى ايه? if you left. تمام? يبقى هنا ماضي بسيط. ليه? عشان جاب لك في الاول would. تمام? نمبر ناين. we have your storms. if climate change stopped. يعني دولك كان هيبقى عندنا عواصف اقل لو تغير المناخ توقف. ازان هنا ايه? جاى وراها change stopped. ماضي بسيط. ازان اجيب هنا ايه? would والماضي. تبقى تبقى ايه? would. تمام? would ايه? طبعا تبقى would have. لاني برضو بجيب الماضي رزيب هو have. تمام? نمبر تن. if they not got down so many trees they would have bigger forests. لو ما كانوش قطعهم اشجار كتيرة. طبعا ما كانش ايه? او كان هيبقى عندهم ايه? غابة اكبر. ازان هنا ايه? هيجي وراها مضي بسيط بس المرض دي من فيه? طب هنفي دي بايه? هقول طبعا didn't cut down. تمام? باكتبناها did. تمام? didn't. تمام كده? cut down. يعني لو ما كنتش قطعت ايه? الاشجار يعني بكثرة. تمام? طبعا هنا في كلمة cut down في هنا من سافة النص. نمبر 11. the volleyball team. فريق كرة اللي ايه? الفوليبول هي كرة الطائرة. would win the match. كان هيفوز بالماتش. if they not better players. لو كان بيمتلكم لعبة افضل. ازان ايه فايقوا وراها ايه? يترى مضارع ولا ماضي. ايه فالاولي يا مصر جايب لوود والماظر يبقى هنا ماضي. يبقى الماضي منها فايبقى هاد. تمام? نمبر 12. if i am you. i travel to an european country. والله لانه مكانك كنت سافرت البلد اوروبية. ازان هنا عايز اقول لك النصيحة. سوية النصيحة فاكرنا اسمها ايه? if i wear you. bravo عليكم. نمبر 13. if he was tall لو كان هو طويل. he not play basketball. كان استطاع ان هو يلعب ايه? كرة ايه سلة. ازان هنا كان هتبقى ايه? مفروض تبقى كد. تمام? بيعبر هنا على القدرة. تمام? نمبر 14. if he not doesn't hate flying. لو هو ما كانش بيكره ليه الطيارات? he would travel by playing. كان سافر بلايه? بالطيارة. ازان كلمة doesn't ما انفعش هنا لاني اف بيجوارها ماضي. طب هنفي الماضي بايه? طبعا هنفيه بكلمة didn't. تمام? يبقى النافي هنا هيبقى did not or didn't. تمام? بعد كده نمبر 15. ياسر كان احتمال يحصل عدركة اعلى. لو المدرس ايه? كان شجعه. يبقى encourage هنا مدارع. خلها ماضي بايه? اقول encouragement. تمام? يبقى عندنا يعني ايه? يعني شجعها. بس اللي طبعا ماضي عشان بيجي بعد ايه? اف ماضي بسيط. number 16. if we had more time لو كان عندنا وقت اطول او اكتر. we will visit your cousins in Greece. كنا هنزور ولاد عمنا فين? او ولاد عمك فين? في اليونان. طب هنا we هيجي ورها ايه? هيجي ورها ود ليه? عشان بعد افي ماضي بسيط. يبقى اكتبنا هوات. ود. تمام? number 17. what would you? not if you had much money. كنت هتعمل ايه لو كان معك فلوس اكتر. what would you ايه? انا عايز ود زياد المصدر يبقى تبقى المصدر منها. دو. ليه مصر جبت المصدر مش بيجي مع اف دد. لا اف بيجوارها ماضي. هنا جاء قبلها عشان جاء ود يبقى جيب مصدر. number 18. the problem is caused by rising sea level. يعني المشاكل اللي بتحصل بواسطة الارتفاع ما نسميها البحر يعني could not worse. ممكن does that sue? could عايز وراها ايه? على طول وراها مصدر. يبقى get worse. لان انا جايب لنا بقول لك ايه? if وجاي وراها didn't. وما ده بسيط يبقى could والمصدر. number 19. the boy. will asleep? i will sleep better. if he stopped. لو توقف بلين كمبيوتر لو وقف عن لعب العلامة كمبيوتر in the evening في اللي. طيب if جاي وراها ايه? بعد بسيط لها stopped. يبقى قبلها would والمصدر. اذا will غلط هتبقى ايه? تبقى would. تمام. لو كتبت وود لو احدها يبقى جملة غلط. لازم ان اكمل الكلمة كلها. would ايه? would sleep. تمام. number 20. i would write to selma if i know her address. ولكن كنت هكتب لسلمة جواب مسلا لو كنت عرف ايه العنوان بتاعها. طب هنا كلمة no غلط. مفروض تبقى ايه? new. طبعا الماضي من كلمة no هتبقى ايه? new. تمام. نجيب بعد كده نحل ايه? يعني تمانين عامة على يعني درس الاول وتاني. اول حاجة طبعا سؤال المحادسة زي ما تعودنا الناس اللي متابعنا. احنا قلنا لازم نقرأ الاول جملة بعد المعنى اطول بمكتوب لون غمق كبير دي. دي بتعرفني المعنى العام بتاع ايه? بتاع المحادسة. رقم اتنين. اقرأ المحادسة بالكامل من غير ما حل الحال. واقرأها مرة كمان. عشان اقدر افهم كل جزئية فيها. وحاول احل كل جملتين او تلاتة مع بعض كسؤال واجابة يعني. تمام? اول حاجة اقول لك ايه? اشرف في كلم مع ازمين الفصل اللي معاه اسمه فادي عن ايه? توفير الكهرباء. فاشرف يقول له فادي. ورد عليه فادي قال له اشرف. اشرف قال له فادي ايه رأيك في درس النهاردة? طبعا فادي رد عليه بالرد معين. المفروض نستخدم ايه? ازاي ايه اللي نقدر نعمله يعني? ما زيك بعلان ان نفعله? لكي نوفر الطاقة. ازان هنا رأيه في النسبة للدرس كان ايه? اكيد الدرس مفيد بالنسبة له. ممكن نقول ايه? مثلا ايت. تمام? طبعا الدرس خلص خلاص يبقى في الماضي يبقى ووز. وروح ايه مثلا ايه? او نقول ايه كان جيد مثلا. ودي صحة ودي صحة ما فيش مشكلة خالص. تمام? بعد كده طبعا اشرف لما قاله ايه اللي يجب انحن نعمله? عشان نوفر الطاقة. المفروض هو قاله I agree with you it is useful. شوفوا اللي جامع وجودها تحتها. انا متفق معكم ان هو مفيد. to save energy. عشان ورد يعني هو رد عليه مرتين. رد الاولاني. لما قال له useful قال له انا اتفق معك ان هو يصفل. بعد كده لما فادي سأله قال له ايه اللي يجب انحن نعمله عشان نوفر الطاقة? طبعا قال له عشان نوفر الطاقة ورح بدء اي الاقتراح معين. ففادي رد عليه قال له اي 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 ا امت بقى اللايت نقفل النور امت زي بقوله ايه? افتر يوزنج مسلا افتر مسلا يوزنج ات بعد ما نستخدمه يعني انا دخلت غرفة اطفلت النور بعد ما طلعت منها ما فيش مشكلة خالص يوزنج ات تمام طيب بعد كده طب انا وارد قال له انا دائما بعمل الكلام ده وراح سأله سؤال تاني فادي فاشرف قال له ممكن استخدم ضوء الشمس فالنهار نفتح الشبابيك ولبابو كده وطبعا من استخدمش الكهرباء عشان نوفرها تمام ده اقتروح كويس ازان هو ممكن يقول له فوق هنا وعايز يقول له تنصحني بايه كمان او ايه تاني ده كله متعلق بايه بدلا ما قولي السؤال تاني هيقول له مسلا ايه ايه كمان مسلا فاكرينها ليه ايه ماذا ايضا ايوا 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 سمع الناس بيقولي التمام برافو عليكم يبا ايه كمان فقال له وراح سأله سؤال اشرف ففادي رد عليه قال له والله انا اقترح نيفل لجهزة اللي احنا مش محتاجين ما شبه الكومتر شغاله 24 ساعة وتلفزونه وكلام ده كله ازان هو ممكن هنا اشرف رد عليه السؤال بتاعه قال له انت ما تشارك معاه في الاقتراحات يعني او ايه رأيك اقتراحك او ايه الاقتراح التاني ممكن اقول له نفس السؤال اللي فات يقول له ايه ممكن يقول له what تمام else لو وقفت كده هتبقى مش واضح او انا عايز اكمل ممكن يقول له مثلا ايه do you مثلا suggest يعني ايه الاقتراح الاخر اللي انت ممكن تقترحه قال له طبعا اقترح نحن نيفل لجهزة كلها طبعا اشرف عجب والاقتراح فهيقول له ايه that's right او ممكن يقول له that's true تمام يبقى هنا اقول له ايه that's تمام that's ايه that's right يعني هذا صحية تمام ننجب على كده سؤال complete طبعا هنا بقول لي ايه اكمل طبعا القطع الصغيرة ده التكست ده من الكلمات اللي في المربع واستفقنا ان فيه عندي ست كلمات وعندي اربع فراغات ازا فيه عندي كلمتين زيادة تمام اول حاجة بقرأ الكلمات اللي في المربع وافهمها كويس جدا واعفرف معانيها تاني حاجة بقرأ النص اللي عند الصغير ده مرة واتنين لما افهم ايه اللي موجود فيه بالضبط وابدأ احط كل كلمة مناسبة للمكان بتاعه تمام اول حاجة طبعا نشوف معاني الكلمة doing يعني يفعل light do off لما تيجي مثلا معترنا وكده عن معاني قفل to do يفعل rechargeable قابل للشحن وقول اللي هو الفحم تمام نشوف اول حاجة تبقى ايه يقولينا we should try to save energy as much as possible يعني نحاول يعني ايه نوفر الطاقة باكبر قدر ممكن بقدر الامكان we can do many things ممكن نعمل اشياء كتيرة to save energy like using energy saving energy saving اسمها energy saving ايه فاكرينها light لوضوء الموفر تمام يبقى ديات number one مون على light bulb لمبة كاربا ايه اولا light bulbs and not batteries وكمان البطاريات اللي هي ايه بنشحنها اللي هي قابلة للشحن يبقى ايه تمام توفر علينا التقاربة برضو we should turn to not the devices and the lights that we don't need الحاجات اللي همش عاوزينها هنعمل فيها turn on ولا off طبعا off تمام يبقى letter number three هتبقى off بعد كده يقول لك ايه our bad habits العدد سيئة بتاعتنا that we used يعني العدد اللي كنوا متعاودين نعملها should be stopped when you get to talk of should be هو لك هنا we used ايه مفروض يقول لك ان نفعلها هيبقى ايه to do لان يوز بيجو وراها مزروح انا عارفين ان السؤال ده اللي هو بتاع الاكمل ده بيبقى فيه نقطة في الاربعة خاصة بالgrammar وهي نقطة ديها بتاع use to زي قدر مصر نجيب عاك نحن لسؤالة choose number one that gives power to a machine toy car ده طبعا شيء بيضي طاقة او زي نقول لك اه طاقة للايه للآلة او اللعبة او العربية اسمها ايه battery لالبطارية تمام number two we should save energy to our homes او at our homes زي قبى نحن نوفر الطاقة في ايه في المنازل بتاعتنا زي سنانيم of save مراد في كلمة save is to a طبعا save بيتساوي كلمة keep تمام بالروابع عليكم يبقى انا هكتب كلمة ايه كلمة keep تمام number three he is too little to do the project او that project هو صغر كده ان هو يعمل المشروع ده the antonym of the word little is ما ينفعش هنا طبعا كلمة little هنا مقصوبها في السن يعني مش في الحجم يبقى ايه زي عكس كلمة little هيبقى ايه طبعا هنا old تمام number four to get the adjective of the verb recharge عشان تحصل على الصفة من كلمة recharge اللي عايش حين ويقال زي صافيكس نضيفها اخيرة هي عشان نخليها قابلة للشحن يبقى rechargeable يبقى letter c تمام number five we add the prefix prefix حروف فول الكلمة يعني to the word usable to mean use again عشان يبقى معناها يعيد استخدامها مرة اخرى او قابلة الاستخدام مرة اخرى طبعا انت بقى ايه r e لانه r e لما حطها قبل فعل معناها الفعل ده بيتم مرة اخرى number six something which is sustainable is شيء طبعا صديق للبيئة او مستدهة يبقى الشيء ده هيبقى electric ولا temporary ولا recyclable ولا renewable طبعا renewable يعني متجدد تمام بعدك السؤال بتاع البراغراف يقول لك اكتب مئة وعشرة كلمة عن موضوعي review of a day you spent in a place يعني المقال نقضي عن يوم انت قاضيته في مكان you will never forget لن تنساه ابدا طبعا الموضوع ده متجاوب فاخر الكتاب بس انا انصحه لك زي ما قلت لك كل مرة حاول تجيب عناصر من عندك من غير ما بص في الكتاب تمام يكتب العناصر بالعرب الاول دي اول خطو تاني حاجة حاول تخلي العصر دي جملة بالانجليش ممكن يكون العنصر كلمة واحدة وتكتب عليك كلمة دي جملة بالانجليش وحاول تراعي اخطاء ما تغلطش يعني وكمان ما تغلطش في الجرامر وحاول تسيب مسافة بين الكلمات ووضع خطك تجيب درجة احسن درجة ان شاء الله وبقى كامل كنت تتاكد بقى موضوع بتاعك كويس ولا لقى تغص في اخر الكتاب او كده تمام احنا كده وصلنا لاخر حالاتنا النهاردة راجعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك للفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم دستر رحمة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته